بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا زات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بارك الله فيك يا أماني يا أماني سأحاول ترتيب التعليقات لأنها كثيرة في أذائك أولا تبت يدى أبي لهب وتب لا كده خطأ أبي لهب النون التي في التنوين لا تنطق إذا جاءت بعدها الواو أبي لهب أبي لهب هكذا هذا أولا يبقى منطأش التنوين لو كان بعد الواو على طول في الواو لهب هكذا طيب بعد كده أنت لم تقلق لي ولا أي حرف من حروف القلقال نحن عندنا هذه الصورة لا زالت في سياق الصور التي يحسن تعلم القلقالة من خلالها تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كل آخر آية في عندنا حرف ساكن من حروف القلقالة مثل الباء في تب ولا هب وحطب ومثل الدال في جيدها حبل من مسد آخر كل آية في آخر كل كلمة عندنا حرف ساكن مقالقا كذلك في جيدها حبل هذه الباء مقالقالة أيضا لكن في وسط كلمة كل هذا واجبت قلقالته يا أستاذ أماني لأن القلقالة صفة لازمة للحرف الساكن من حروف قط مجد القاف والطاء والباء والجيم والدال لابد من قلقتها لما فر من ذلك سيصلى نارا سيصلى مش سيصلى سيصلى لا لأن هذه الألف قبلها لم مرققة نارا مش نارا كذلك سيصلى نارا ذات ذا ذا حرف الذال مش زات زات قلبت الذال زايا فانتبهي لكل ذلك يا أماني آخر تنبيهاتنا في جيدها وليس في جيدها في جيدي الدال مكسورة لو نظرت لها في المصحف هتلاقي في كسرة تحت الدال في جيدها حبل من مسد بارك الله فيك يا أماني اشتركوا في القناة